الداخلية تعلن تنفيذ حكم الشرع في المواطن محمد الحربي لقتل والدته بعدة طعنات أثناء نومها أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل حدا في أحد الجناب بمكة المكرمة حيث أقدم المواطن محمد الحربي سعودي الجنسية على قتل والدته حديدة بنت عويد الشبحي سعودية جنسية أثناء نومها وذلك بعدة طعنات أدت إلى وفاتها وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على المواطن محمد الحربي وأصفرت تحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكام جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صق يجدي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله حدا لقتله المجني عليها وأيد الحكم من محكمة الاستئناف من المحكمة العالية وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني محمد الحربي وتم تنفيذ حكم القتل حدا بالجاني محمد الحربي اليوم السلاساء بالعاصمة المقدسة في منطقة مكة المكرمة